أنت الآن اليوم لو قدامك رئيس الوزراء الأخ السوداني شا توصي بهذا النفس الإيماني؟ والله أنا قلت لك كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له هذا الكرسي لو دام إليك لدام لغيرك ومن كان يجلس عليه اجعل في زمنك وفي وقتك وفي حياتك هذه حسنة في عمرك وحسنة في صندوق عملك في قبرك شلون؟ شي سوي؟ هل يستطيع؟ لا أعرف يجاوبني شي سوي؟ هو يجاوبني هل إن عنده خطوط حمراء؟ هل إنه قادر على حكم العراق؟ العراق العراق ليس هين أخي أنور العراق ليس هين العيون كلها على العراق الحكم العراقي لا هذا حكم كما أقول أنت توصيه أنه شي سوي حتى يحقق هذا ما يستطيع ما يستطيع بقدره أن ينظر إلى القرآن الكريم يعمل بما أمره الله لا يسمع من قيل وقال ومن فلان وعلان وإن كان عنده مستشاريين فيجب أن يدرس ويتدارس كل أمر فيه مصلحة الأم لما عندنا هذا العدد الكبير من الفقراء ما مطلوب منه يسويه؟ كله الآن برقبته برقبته يحاسب عليه يحاسب عليه الإمام مسؤول أمام الله عن رعيته ولذلك شوف سيدنا علي رضي الله عنه عندما جاءت غنائم كسرة لعمر بن الخطاب وجاي بها في كيس كبير وذهب السوار كسرة وتاج كسرة والذهب كله فغرف قال يا أبا الحسن عجبت على هذا الجندي الذي جاء من العراق لم تسول له نفسه هذا الذهب والمرصح كله بالياقوت كيف؟ يعني ما أخذ كان في الطريق ويأخذ لحبايا ووصله ويأخذ قال يا أمير المؤمنين عفت عففت فعفت رعيتك لا 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 الله السوداني أقول لهم إن تكون أنت عفيفا وتطبق الأمر كما جاء في قرآننا وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسيرة الإمام علي والله يا أخي أنور أقولها بحرق علي علينا والحسين حسيننا نحن من؟ لكن أين نحن اليوم من الحسن والحسين؟ وأين نحن اليوم من الإمام علي؟ نحن في رمضان اليوم وأناشد السوداني في سورة الدهر والإخواننا الشيعة كلهم يعرفون سورة الدهر ويحبوها قرأت بيها سورة الدهر بالثمانينات أنا قاريها إلى هالصده كانت قول رب العالمين ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورة إذا طبق السوداني هذا التطبيق ما قال بي وما أمر بي سيدنا علي رضي الله قبل أن يأكل الحاكم يطمن على رعيته لا 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 ثلاثة أيام بضعة رسول الله منه الزهراء؟ فاطمة رضي الله عنها لم تذق خبز كان يشوعدهم اليوم مثل القوزي وما ذي الأكل والمآذة اللي يسووها وبعدين يأكلوها وذبوها كلها الله يعلم وين على كلين والله لتسألن يومئذ عن النعي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها لم تأكل خبز يوم الأول أخذه وإعطاه الثاني لليتيم والأسير وتبقى ثلاثة أيام فاطمة بيت محمد رسول الله سلم هذا اختبار لإيمان إن القرآن إذا كان في الخصوصية أهل العراق عندنا العام والخاص فإن كان خاصا لرسول الله أو للصحابة أو لما يخاطب به فهو عمومي للمسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأناشد ونحن في رمضان الكل يسمعني خرج أبو بكر من الجوع وخرج عثمان وعلي وعمر وخرجوا والرسول من الذي أخرجكم قالوا وخرجنا الجوع يا رسول الله ويذهب رسول الله امشوا معي وين إلى سيدنا أبو أيوب الأنصاري رحم الله أبو أيوب الأنصاري شوف رب العالمين أكرمه وأتى به إلى أسطنبول كان جندياً بقيادة جيش يزيد بن معاوية في تحرير كان أسطنبول الأسطنطينية في وقتهم فيدخل يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل له شات أبو أيوب الأنصاري ويأكلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم يقول رسول الله يقطع ضلء من اللحم ويقول يا علي خذها لفاطمة أربعين يوماً لم يوقد النار في بيتها أربعين يوم ويبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اكنوا اشقالهم النبي صلى الله عليه وسلم فنبر إلى الطعام فقال والله لتسألن يومئذ عن النعيم يا حكام العراق والله ستحاسبون عن الصغيرة والكبيرة أمام الله اللي يصوم واللي يصلي واللي يقرأ قرآن واللي يروح يزور قبل هذا يغسل قلبه يغسل قلبه ويطهر قلبه ويطهر ماله المال إذا كان حراماً لا دعاء ولا صلاة لماذا لا يستجيب الله الدعاء والله نقلتها قبل عشر سنين دعي السنة وفيه الكعبة وكان السديس يدعي ودعاء كان ساعة والله قلت ستدعو منها واللي للصبح الله لا يستجيب الدعاء لا لا يستجيب لأن ليش الدعاء يستجاب له شروط ترجمة نانسي قنقر